مرحبا بك سيدي مرحبا بك مرحبا سهلا سي بلال سنتحدث بالتفصيل عن المكتبة الرقمية اقرأ دماء المطبوعات الجمعية يعلن رسميا الانطلاق في العمل بالمكتبة الرقمية اقرأ ماذا سيحمل هذه المكتبة الرقمية للطلبة الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا شاكري لك سي بلال هذا المستدرح يعني بالنسبة للمكتبة الرقمية لدول المطبوعات الجمعية هي تأتي في إطار مرافقة الطلبة في الدراسة عن بعد لو كما تعلم أن الآن معظم الدروس اللي راهي ما استدر متوفرة على الخط يلزم للطلبة هي دروس ولكن ليست كتب ومراجع فالطالب بحاجة إلى مكتبة لكي يثري معلوماته اللي يعني أخذها من خلال الدرس فديوان المطبوعات الجمعية في إطار عصرنت قطاع التعليم العالي بشكل عام وخاصة مؤسسات الديوان المطبوعات الجمعية لأن الديوان بصراحة ما يبقاش بالشكل اللي راهي تصور فيه الجميع أنها مجموعة من الكتب ومتوفرة في اللا إحنا ماذا بنا إن شاء الله بهذا المشروع قلنا إحنا نروح للطالب الطالب لازم يقدر يلقى أي كتاب أي مرجع متوفر يعني على مستوى الهاتف ولا مستوى يعني شغل الشيء معمول به السيبيلال يعني في العالم كله لو نروح مثلا نشوف فرنسا ولا مثلا بلجيكا كاين ما يسمى الببليوتك فرنكوفون يوسكرايب تروى دوبلي يوسكرايب بوان كوم هذه مكتبة متوفرة يعني إحنا هنا انسبيري لمن برنسيب تعلها تستد بيبليوتك ودرنا قلنا لماذا؟ إحنا في الجزائر لا تكونش عدنا مكتبة رقمية مدام عندنا وكاين يعني نكون في علم كبارك سيبيلال أن الطلبة يحبذوا كتب دول المطبوعات الجمعية بشكل كبير لماذا؟ لأن المحتويات هي يعني لأساتذة جامعيين مدارسة يعني خيرة الأساتذة يعني يقول لك معظم العنوين لدول المطبوعات الجمعية متوفرة لو تروح تشوف في أمازون تلقى معظم الكتب بتاعنا متوفرة لثم يعني نفس الكتاب نفس المؤلفين ينشروا كتبهم ثانية في الخارج ولذلك احنا حبنا نعطيها طابع نخرجوا دول المطبوعات الجمعية من من نمط الكلاسيكي من نمط الكلاسيكي والقوقعة هذيك ما يبقاش كتب مرمية في المكتبات لا احنا بإذن الله يعني في إطار الرقمن اللي رات تأتي يعني تهدف لها الدولة بشكل عام والوزارة يعني احنا بشكل خاص يعني سيد الأمير العام وسيد الوزير كل مؤسسة لازم تقدم يد العون لهذا الدخول الجمعي كل يعني مجيء في مجاله جميل السئلة التي تطرح الآن كيف يمكن الإنخراط في هذه المكتبة يعني في الأخير مكتبة والمكتبة لازمها إنخراط هو بالنسبة لإنخراط هذه السنة يعني كان يعني بتوجيهات سيد الوزير وسيد الأمير العام يعني هذه السنة رح تكون إنخراط مع المؤسسة الجامعية يعني الطالب والأستاذ رح يستفاد بخدمة منجانية في النهاية طالب يتقدم للمكتبة الجامعية في جامعته ويتحصل يقوم بإنشاء حساب تفعيل الحساب رح يكون على مستوى الجامعات أما قضية الاشتراك وكذا رح يكون على مستوى مع رؤساء الجامعات يعني وكان يعني من البرح لليوم كانت انتصالات كثيرة من رؤساء الجامعات ومن الأمان العامون مسؤولي المكتبات يعني نقول لك يعني حاجة تفرح كل رحب بالفكرة يعني هو أي عمل جديد سبيلال لا يخلو منه قائص أولا استاذير الإنسان بدينه بخطوة وراحين أشاك فوا وكوريش أشاك فوا استاذير نستفاد من يعني وان شاء الله بإذن الله نلحقوا لما لا تكون احنا عدنا مكتبة يعني تصور سبيلال الشيء الإيجابي اللي في المكتبة هذه هو أن المنشورات رايح تكون آنية نعطيك مثال النشر حاليا في الديوان أو في مكتبات أخرى النشر يكلف بها ينوصل للطالب والأستاذ على الأقل سنة ونعطيك يعني بالمدة لأن طبع لما نطبعوا كتاب نوزعوه على المكتبات المكتبات هاوف الروفوف كاين بعض الطلبة ليقدوا ليوصلوا ليه كاين ما يقدرش يعني بصلك بشكل عام ما وصلش الكامل حتى للسنة المالية الجديدة يتقدموا الجامعات يقدموا لهم إحنا لليستينك قال هاولي كش راعدنا كتب كاين بعض المرات ما يشريوش الكتب ويبقى يعني يشوف المدة الزمانية باش يوصل الكتاب مدة سنة أما الآن بالمكتب الرقمية حالا آنيا فوريا مباشرة لما يقوم المؤلف بإمضاء سيكون أحبا لبياتي لبواتيري الوصل للطبع الموافقة على الطبع مباشرة راح يتكون سيكون أحبا لديسيون نيميريك الطالب يقدر يوجد وجيه شغل عاجل بتاع النهار صحيح في المكتبات باللي كان كتاب جديد أنا أظن لي هذه نعمة كبيرة صحيح لأن المادة الأستاذ يقدر يقدم الكتاب بتاعه ويقدر يوجه الطلبة قال خاصة فيما يتعلق بالبحوث الجامعية تحدث عن دروس الآن ولكن أنا أتحدث عن البحوث الجامعية البحوث الجامعية في العادة ما كان يعتمد الطالب في معضل ما أحيان مع المكتبات الكتب لكن بصفة أكبر على الأنترنت في بحوثه هل اليوم هذه المكتبة ستغطي حاجة الطالب من بحوته؟ هو شوف يعني الطالب لا ألاه يضطر يروح للإنترنت ومعدي يبقى تخوف بتاع سكون أبل بلاجيا وسرقة المعلومات تبقى الطالب رهما بين حال مكره ما يلقاش المادة لأن الكتب وين يروح يعوز ممكن يلقى كتاب موجود في المكتبة ولكن الكتاب ديجا تم يعني أو خرج أو خارج المكتبة لأن في النهاية المكتبات على الجامعات ما تقدرش تديره ما تقدرش تقدر ما تقدرش توفر كل طالب كتاب بارك الله وفيد ولذلك هنا بالمكتبة الرقمية عنده محرك بحث يقدر يبحث في كل كتب وخاصة وخاصة أني ننصح طلبة وننصح كل أساتذة أنهم يستعملوا دي طابلات يعني بأننا بلي ظروف تعال جزائريين الانترنت شوية ضعيفة الحالة المادية ولكن يعني هذا واجب أحسن وسيلة أحسن وسيلة ويعني لازم نواكب نحن نشوف يعني الدولة تعناها شكفها نهضر الرقمان الرقمان يعني لا مناصة منها صحيح هذه مبادرة إن شاء الله نحب نبدأ بها نتمنى من الأسرة الجامعية أنهم يفيدونها يفيدونها بالنقائز بالملاحظات بالتحفيزات إلى غري ذلك لأنه في النهاية سبيلان هي الفائدة للبلاد هي الفائدة للطلبان القطاع كل يعني هذا إن شاء الله نحن نتمنى أنها تكون إضافة لقطع التعليم العالي بشكل خاص وكذلك إضافة لنحنا في ديوان المطبوعات الجامعية لأن الديوان صراحة ما لازمش يبقى بالوضع اللي رأوا فيه بالنمط الكلاسيكي نعم نمط الكلاسيكي كين كتب صدق نيسي بيلان ما يقارب عشرين مليار مخزون كتب في المقابل تلقى بعض الناس تحوس على الكتاب يعيطوا أنا نستقبل في الرسائل يا أستاذ أنا رحت المكتبة تعودها القتابة مغلوقة رحت لديدوش رحت كذا ويش تقدر تجريتها في هذه الأمور يعني إذن حلها الوحيد سي انسي لانسيستان دينفورماتي بور الجستير تساتي طابلسمن وخاصة إيصال الكتاب إيصال الكتاب للطالب إحنا شاء الله درنا هذا المبادرة نتمنى إن شاء الله أن تكون معليش أخويا قادروا ديروا تعليقات تكتبوا وش حبيت الإسانسيال إحنا بإذن الله مكتبة رقمية رح تكون إن شاء الله في هذه السنة يعني وهنا يعني صدقني نتقدم بالشكر للجزيد لسيد الوزير وسيد الأم العام اللي فتحوا كل البيبان صدقني يعني نجاح نجاح هذه المبارضة لازم يعني ما لقينا حتى يعني لزوبستاكر ولا قلب العقل ولا بالعكس دير يعني الأم عشان الله العالم اليوم يتوجه إلى الرقمنا العالم كله موجود في ضغط ضغط واحد يعني إن صح التعبير خلينا نتحثوا على المشاريع القادمة بالنسبة لأديوان المطبوعات الجامعية في مجال عصرنة القطاع هل فيه هناك ربما مبادرات أخرى من جانب من جانب العصرنة لإقطاع التعليم العالي هو بالنسبة للمشاريع المستقبلية يعني نشكرك بزاف على هذه النقطة يعني هو فيه مشاريع يعني ممكن أسبوعين أو ثلاث أسبوع سنقوم بإطلاق أرضية جديدة اللي هي؟ المتجر الإلكتروني يعني من خلاله نقدر نقول لك مكتبة على الأنترنت جميل مكتبة لشراء الكتب جميل لشراء الكتاب يعني الطالب يقدر يتصفح الكتاب يتصفح الفهرس ويقدر يطلب الكتاب يعني مباشرة من خلال هذه الأرضية عن طريق الدفع ربما هنا السؤال لديها الدفع هل سيكون يد مقابل يد أم عن طريق لا 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 هو فيها بإذن الله رأنا فيها كين مشروع اللي رأنا بدينها إن شاء الله كل بتوجهة سيد الأمي العام اللي ممكن رح يكون مع وزارة البريد اللي رح يكون دفع عن طريق البطاقة الذهبية جميل ما يبقاش يعني الدفع هذا دائس كلاسيكي رجالة رأنا نحضره في مشروع ولذلك نتوخرنا شوية ممكن ثلاث أسابيع اللي رح نطلقوها هذه الأرضية اللي فيها معظم الأساتذة رؤساء الجامعات اللي رأم زملاء يقول لك دول مطبعات دايما الأسعار تعوهاليا حنا رح نقضيه على هذه السعر يلقاه في البوابة في المتجر الإلكتروني يعني ما كان حتى ماملوتر استدر المؤلف أنا لقيت مشاكل يعني بصراحة وقولها لك المؤلفين كان عندهم حقوق كبيرة يعني مؤلف يعني في النهاية هذه مجهودة أساتذة صحيح أساتذة يعني خيرة الأساتذة يعني أقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك يعني هذا الكتاب هو فات على مجلس علمي وصادق على نشره يعني ولذلك الطالبة الجامع يحب ذو كتب الديوان كان بشره آخر اللي ممكن إن شاء الله رانا درنا اتفاق رح ندير اتفاق إن شاء الله مع المنظمة الوطنية لاتحاد للبحث العلمي ولتعليم العالي والبحث العلمي مع الأستاذ دكتور عمارنا بسعود اللي إن شاء الله بإذن الله رح نديره أرضية تخص المؤلفين وتخص الأساتذة لتقريب الأستاذ من ديوان جميل لماذا؟ لنقول لك بالليكين أساتذة اللي عندهم كتب ومؤلفات وراه مخزلة في الأدراج بحجة أنه ما قدرش يطلع على العاصمة ولا يشوف فيها ممكن لازم له معريفة ولا يخينا هضروضك بكل بساطة صحي صحي الآن رح تكون هذا اللي زوبستاكل لازم نقضيه عليها كيفاش؟ أرضية رقمية أرضية رقمية جديدة الأستاذ يدخل يفتحني حساب يبقى حثنا يفوت على المصالح المختصة يرسلوا له يعني بدون تنقل فهذه كلها سهلة بإذن الله هذه المشاريع سبيلاليران إن شاء الله طلقتوا فيها إن شاء الله بإذن الله جميل في الأسئلة التي تطرح الآن التحديات الجديدة والتحذيرات للموسم الدراسي لاستئناف دراسة الكل ما تيتحدث عن استئناف الموسم الجامعي الجديد الذي سينطلق في سبتمبر هذا إن شاء الله يعني الكل يتحدث عن الخطة التي حضرتها أو حضرها ديوان المطبوعات الجامعية من أجل استئناف الدراسة خاصة وأنه سرات قطيعة مع الدراسة نظير الجائحة جائحة كورونا والله يعني شوفوا بالنسبة للتحذيرات يعني هذا من مجال تخصص الوزارة يعني فيه فيه صدير الإيجان وفيه سيد أمي العام وسيد الوزير يعني يرام فيه تشاور مستمر وكذا أو يعني معروف ما إحنا بالنسبة لي نحن أنا قلت لك نحن منذ بداية الأزمة هذه بادرنا لإخراج الكتب ويعني تقريب الطالب والأستاذ البحث من ديوان يعني الآن من خلال هذه المكتبة وقل لك صدقني في بعض الأحيان يجونا بعض الرسائل والله غير تفرح برافو يعني وكيف في بعض الأحيان تلقى ناس الإنسان ولكن أحنا الآن الشهد لا يقص عليه بارك الله أحنا الآن في تحدي هذا المرض كورونا يعني بصراحة يعني فيه بعض الإيجابيات والعديد من قال أنه إيجابياته أكثر من سلبياته نحن إن شاء الله نتمنى وأنه يرفع لنا ربي البلاء هذا في أقرب وقت يعني ومهما يكون هو بلاء صحي ولكن زرع في الناس حب الإبتكار حب يعني يعني اختراع الأمور كذا ولذلك حنا أنا نقول لك سيبيلا لذرك حاليا كينا مجموعة راي في الديوان راي تقوم ب بمسح الكتب رام يخدموه يعني كينا لو كان ما جاش هذا البلاء نقول لك ما نخدموهاش راي الأمور ماشية كما فيعني ربا ظراتي النافعة نحن إن شاء الله نتمنى وطلبوه من ربي سبحانه أنه يرفع لنا هذا البلاء إن شاء الله ونسمنى إن شاء الله من كل أسرة الجامعية أنها تقدم يد العون لإنجاح هذا المشروع الجديد إن شاء الله أسد نذير خلف الله المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية كنت ضيفي اليوم شكرا جزيلا لك عفوز شكرا جزيلا لك